التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بالسيد تودر تجريف وزير الدفاع البلغاري والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث اجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين الصديقين تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجانبين في العديد من المجالات وتطرق اللقاء الى تداعيات الاوضاع الراهنة ونعكاسها على الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط واكد الفريق اول محمد زكي على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لكل البلدين لتعزيز الامن والاستقرار الاقليمي والدولي مشيرا الى ضرورة حج الجهود من اجل وقف التصعيد المتزايد في المنطقة والتوصل الى حل للازمة الانسانية في قطاع غزة من جانبه اعرب وزير الدفاع البلغاري عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والممتدة التي تجمع البلدين مثمنا الجهود المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأمين دخول المساعدات الانسانية لسكان القطاع كما قام وزير الدفاع المصري والبلغاري بتوقيع مذاكرة تفاهم في مجال التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة لكل الجانبين حضر اللقاء الفريق اسامى عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين اشتركوا في القناة